ضربة كبرى من الداخلية المصرية لعصابات النصب الالكتروني وسرق التحويشة المصريين في مجموعة من الناس اللي خارجين عن القانون بقت تستخدم التطبيقات الالكترونية عشان تنصب على الناس وتاخد فلوسهم بطريقة غير قانونية الناس دي بيقنعوا الضحايا انهم هيكسبوا فلوس كتير لو استثمروا معاهم في حاجات زي برامج الربح اليومي او التسويق الالكتروني على الانترنت الناس للأسف بيصدقوا الكلام ده ويدفعوا فلوسهم عن طريق محافظ الالكترونية لكن بعد شوية يكتشفوا ان الفلوس دي راحت عليهم والتطبيقات نفسها تقفلت الحكومة مش سكتة على الموضوع ده ووزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق عملت حملات امنية عشان تقبض على الناس دي وتحمي الناس منهم الداخلية قدرت تقبض على مجموعة من الناس اللي بتنصب في القاهرة ومنهم واحد للأسف بدون شغل كان بيدحك على الناس وياخد منهم فلوس بزعم انه هيستثمر الفلوس دي ليهم كمان الداخلية قدرت تقبض على عصابة تانية كانت بتنصب على الناس وتاخد فلوسهم عن طريق منصات الكترونية وكان معهم ادوات زي هواتف محمولة ومحافظ الكترونية بيستخدموها في تداول العملات عصابة دي كانت بتاخد الفلوس وتبعتها برا البلد بطريقة غير قانونية عشان يحققوا ارباح قانون بيعتبر النصب ده جريمة بيعاقب كل اللي بيستخدم طرق احتيالية عشان ياخد مال الغير بيعاقبوا الناس دي بالسجن الحكومة والداخلية شغالين بجد عشان يحموا الناس من النوع ده من جرائم النصب اترك لحضراتكم التعليق